أعلن رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع أن إحصائيات الملاحة خلال النصف الأول من العام الجاري قد سجلت تأزيادة ملحوظة في أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة وشهدت حركة الملاحة بالقناة في الفترة من يناير إلى يونيو من عام 2021 عبور 9763 سفينة وذلك مقابل عبور 9546 سفينة خلال ذات الفترة من العام الماضي وأكد رئيس الهياء أن عائدات قناة السويس رغم التحديات المختلفة شهدت طفرة كبيرة خلال الآونة الأخيرة حيث سجلت إحصائيات الملاحة خلال العام المالي 2020-2021 أعلى إرادات سنوية في تاريخ القناة التي بلغت 5 مليارات و840 مليون دولار وذلك مقابل 5 مليارات و720 مليون دولار خلال العام المالي 2019-2020 ترجمة نانسي قنقر